السلام عليكم ورحمة الله اليوم ان شاء الله راح نشوف كيف راح نشبك الطلاب على ونحفظ نحفظ الاسامة بشكل دائم الحمد لله هنفتح هنختار الفلاس اللي بدنا اياه مثلا انا عندي كلاس 5 عندي طالب كلاس 5 لازم فاعل خيار من view current settings وروح على user interface من current settings user interface في عنا الخيار الثاني اللي هو remember student user login names هنضغط عليه check ونقل ok بعدين هنروح للطالب طبعا لأول مرة بس نروح على اي طالب نضغط عليه زر يمين properties ونروح على details ونكتب اسم الطالب طبعا طالب اسمه محمد راشد هنقل له اوكي هيطلع اسم الطالب حتى لو بدنا نكتب اسم الطالب بالعربي ما في مشكلة طيب هنطلع من net support ups لو فتنا مرة ثانية اخترنا نفس الكلاس هيطلع الطالب حتى لو عدنا الاخلام ان شاء الله يكون طبعا نحن فتنا على الطالب وحنشوف اسمه محمد راشد شكرا يعطيكم العافية شكرا